أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله يضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترواها فضل بجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فضلوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليبتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولغطم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا بكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويسكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا في الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلمات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائل الله فمن حج البيت أبي اعتمر فلا دناح عليه أن يطوف بهما ومن تقوع خيرا فإن الله شاكل عليم إن من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيناوا فأولئك أتوم عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خاربين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض مختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المصفر بين السماء والأرض من آيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذو مبين إنما يحمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنسر الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهددون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يصنع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم القنسين وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير بعض ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا إن الذين يكتمون ما أنسر الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصدرهم على النار ذلك بأن الله نسل الكتاب بالحق وإن الذين اختلقوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين قبل السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عثي له من أقيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تقفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصص حياة ياء الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوسرية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسطي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فمن تقوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رموان الذي أنسل فيه القرآن ذا للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شئد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تذكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيل من الخيط الأسرد من الفجر ثم أدموا الصيام إلى الليل ولا تباسروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثن وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأكل بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأأكل بيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفرحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث سعفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن كنا الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بالإفرم اعتدى عليكم واتلقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج بالعمرة لله فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فما كان منكم مريضا أو به أذى من رحسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسق فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لذلك لمن لم يكن أهله حظ للمسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد افتقوا واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتعوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسعر الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين ثم أفضوا من حيث وأفضوا الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قويتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم صيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تعخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتلقوا الله معلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصوم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويغنك الحرق والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشعي نفسه ابتقاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سرلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويفخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعت الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكهم البقساء والضراء وسلزلوا وسلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مدى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمطور وكافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمد مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحير قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحير ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتسرحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخدكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذالب إن أرادوا إصراحا ولوهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم أقوى قمرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به إلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن قلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح الزوجا غيره فإن قلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وذلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا قلقتم النساء فبلغن أدلهن فأنسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخلوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعبكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا قلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبنوهن أن ينكحن أسواجهن إذا اعتراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به ما كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أسكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاة وعلى المولود له رزقهن بكسرتهن بالمعروف لا تكلق نفس إلا أسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فسطولا عن تراغ منهما وتشابر فلا دناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا دناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بسخير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهم فلا دناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستغفرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحلروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن قلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرغتم لهن فريضة فنفه ما فرغتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسروا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بسعين حافظوا على الصلفات والصلاة المسقوا بقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ربانا فإذا أمينتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكون تعلمون والذين يتوفرون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا دناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يذكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ماذا الذي يقرر الله قررا حسنا فيماعفه له أغعافا كثيرة والله يقبل ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد منسى إذ قالوا لنبيه له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن وحق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسقطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبطية مما ترك آل نوسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قلوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فما شرب منه فليس مني ومن لم يرق عنه فإنه مني إلا من اغترف قفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جارسه هو والذين آمنوا معه قالوا لا توقت لنا اليوم بجاروت بدنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برسوا لجاروت وجنوده قالوا ربنا أقر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل دابود جاروت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين